أكيد. هايا خالد بتقول ممكن أعرف أسباب سمات التوحد وهل لها علاج وأن الطفل يتعلم ويدخل المدرسة عادي ده أوبشن؟ ما فيش حاجة اسمها سمات توحد؟ فيه حاجة اسمها توحد أو لأ، أوتيزم أو لأ، ما فيش حاجة اسمها أن الطفل عنده سمات توحد بس ما عندهوش توحد ودي من الأخطاء الشائعة قوي في الميديا بشكل عام أنه في حالة لبس أو في حالة التباس في المفاهيم الكتيرة عند الأطفال الخاصة بحالات التوحد وزي ما قلنا إحنا ما بنقولش الأعراض لأسباب لأن أعراض التوحد في حد ذاتها لاجب أن تنفصل عن السلوك، لاجب أن ينفصلوا لتنين عن اختبارات معملية فبالتالي لو قلنا مثلا أن طفل التوحد من الإسم كده أصد طفل التوحد ده ما بيحبش مش اجتماعي مع الناس طب ما هو فيه مليارات الأطفال على مستوى العالم مش اجتماعين مع الناس ومعندهمش توحد إن الطفل أصله بيحب لعبة واحدة ما هو ده يبقى ده غلط أنا بعلمكو دلوقتي الحاجة الأساسية أو القاعدة الأساسية إن فيه أمراض يا جماعة فيه حالات مرضية ما ينفعش ناخد منها حتى يا فاطمة صح؟ لا تشخصها وانا زي ما قلتلكم قلنا الكلام ده من تقريبا من الحلقة القابلة اللي فات قلنا أن مرض التوحد ده من أصعب الأمراض في تشخصها مش أصعب مش معنى كده أنه صعب يعني الناس ما تعرفوش لأ صعب يعني لازم نتأكد على مراحل كتير على مراحل كتيرة باختبارات كتيرة بحاجات كتيرة قوي عشان نقول في الآخر ده جنوز أو تشخيص نقول إن الطفل ده عنده توحد إنما بقى الكلام المايع ده أنا آسف يعني اللي هو أصلاً ابني عنده سمات توحد أصلاً ابني كان فاكرة جالنا مكالمة اللي هو ابني كان هيجيله توحد والحقناء مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة ده كلام اللي بيقول لكم كده يا ببيضحك عليكم فالتوحد من الأمراض اللي لازم أعمل لها بروفايل بروفايل يعني إيه يعني عندي أعراض عندي سلوك عندي اختبارات معملية عندي اختبارات جينية تمام كده عندي اختبارات أخرى وأخرى دي بقى هي اللي عليها الكلام بالمناسبة لأنها بتختلف من بلد لبلد لأنها في حاجات متقدمة جداً بناء على النتائج بتاعة الحاجات دي كلها بيقرر الطبيب أو يقرر الفريق الطبي الطفل اللي عم بتاعحد ولا لأ مش فكرة بقى اللي يطلعوا يقولوا لكم أعراض ومش عارف إيه والكلام ده لأنه الأعراض في حد ذاتها مليارات الأطفال عندهم الأعراض دي بس ده مش معناه أن عندهم تاعة